موسيقى مشاهدين اهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حالتنا النهاردة بعنوان أدوية السكر الحديثة وإيه هي المناسب منها وإيه غير مناسب لكل حالة الحقيقة زي ما واضح في العنوان احنا بنتكلم على تطور علمي وطبي كبير جدا في أدوية السكر لكن هل ده مناسب لكل الحالات وهل الأدوية اللي بتطلع الحديثة دي لازم أي حد أو أي مريض سكر يبتدي يلتزم بيها ولا كل حالة لازم يتقيم بشكل كبير ونشوف لو كان فيه أعراض مصحبة أو فيه أيضا حالات ممكن يصحبها أمراض أخرى تتعارض مع الأدوية دي ده اللي هنقشه وهنتكلم فيه النهاردة من خلال لقاءنا مع دكتور نادر ماهر متة استشارة أول السكر والغضة للصماء دكتورة كليا الملاكي لدرسات الطب العليا جامعة لندن فاصل قصير ونبدأ حوارنا وحلقاتنا مع دكتور نادر خليكم معنا دكتور نادر ماهر متة استشاري أول السكر والغضة للصماء ودكتورال كليا الملاكية لدراسات الطب العليا جامعة لندن عنوان عيادة مصر الجديدة المتكملة للسكر والغدد خمسة شارع عمر بن الخطاب من ميدان الاسماعيلية الاستعلام والحجز عيادات مصر الجديدة 0-120-33-27-08-8 أو 0-2-22-40-29-70 صفحة العيادة على الفيسبوك عيادات مصر الجديدة المتكملة للسكر والغدد موسيقى أنا دكتور نادر ماهر متة استشاري أول الغدد والسكر دكتورال كليا الملاكية لدراسات الطب العليا جامعة لندن أنا هنا في عيادات مصر الجديدة المتكملة للغدد والسكر جايز من الاسم بتاعها يدي فكرة عن الأنشطة بتاعاتها لكن أنا أحب أبين أن العيادات هي غير تقليدية هنا في العيادات مريض السكر عنده بيبقى في الغالب عدة مشاكل غير مشكلة السكر هنا فيه طبعا كاميرا خاصة بفحص الشبكية تعتبر أحدث كاميرا في العالم بنفحص الشبكية بتاعة المريض مريض السكر لازم يشوف الأقدام بتاعته ولازم يتابع الأعصاب الطرفية بتاعته والأوعية الدموية في نفس العيادة بدل ما يضطر يروح لعيادات تانية خاصة بالأوعية الدموية عندنا وحدة سحب عينات من معمل مرخص رخصة دولية تسحب العينات وبتبعت المعمل الرئيسي وعلى أساسها بنشوف الوظائف العامة بتاعة الجسم وهي المرتبطة دايما بالسكر زي وظائف الكلا وظائف الكبد الكوليسترول الدهون السلاسية كل الحاجات دي تحت سقف واحد بنشوفها هنا في العيادة بدون ما المريض يتحمل أنه هو يروح كذا مكان علشان يشوف الحاجات دي كمان رعينا أنه هو إذا كان المريض عايز يكشف كشف سكر فقط فطبعا أهلا وسهلا لكن إذا كان عايز يكشف كشف متكامل فأحنا عملنا باكيج خاص للمريض على أساس أنه هو يستفيد من جميع الخدمات بخصم خاص لو هو عمل جميع الخدمات دون أعباء مادية إضافية عندنا خدمة متميزة هنا أيضا اللي هي خدمة الواتس الخاصة بمتابعة المريض اتداءا من الزيارة الأولى ليه وحتى الزيارة التي تليها عندنا خدمة الفيسبوك في معلومات يومية بتنزل على الفيسبوك بتفيد مريض السكر والغدد وفي نفس الوقت مش عايزين المريض يحس أنه هو وحيد في حكاية السكر لأن بعض الأحيان بيبقى في حاجة لآراء كتيرة وفي حاجة لإلى معلومات يستفيد منها وإحنا بنبعث المعلومات دي بصفة يومية على صفحة الفيسبوك صفحة الفيسبوك اللي هي بنقول عليها أو العنوان بتاعها عيادات مصر الجديدة للسكر والغدد يعني بهذا العنوان بيدخل على الفيسبوك بتطلع له المكونات بتاعت الصفحة ومنحقه أنه هو يعمل لايك لها وشيرينج الصفحة مع أحباء وأصدقائه لأنها هتكون مفيدة جداً عيادات دكتور نادر بنعمل تشيك أب على البيشنت أول ما بيدخل بيدخل ترايج روم بنعمل فيتال ساينز بسكر ضغط وزن طول الحاجات دي بتبقى مهمة للدكتور والداتا عند الدكتور بعد كده المفروض بيدخل يكشف عند الدكتور وأهم حاجة طبعاً الدكتور بيعملها أنه هو بيكشف لينيكي بلاس أنه هو بيكشف على الأوعية الدموية والأعصاب كمان طبعاً ده خاصة لمريد السكر وبعدها طبعاً من الكمليكيشن بتاعت مريد السكر أنه بيحصل مشاكل في الشبكية فإحنا بندخل برضو كعند الفاندوسكابي بنشك على الريتنا بتاعته على الشبكية إذا كان فيها حاجة أو لأ بلاس بعد كده التحاليل اللي الدكتور بيطلبها من إيه تزاد بندخل نسحب له عينات التحاليل وبنعملها إحنا كان غرضنا كله أن كل حاجة بتحصل في العيادة علشان بس البيشنط مايروحش من مكان لمكان أنه كل حاجة تكون في مكان واحد وفي سنتر واحد عشان طبعاً التعب عليه واللود عليه مشاهدين أهلاً بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك كلامنا نهارده هيكون عن سلسلة من حلقات ابتدناها عن مرض السكر إيه مضعفات وإيه المشاكل اللي بتنتج عنه وأيضاً النهارده هيكون كلامنا عن الأدوية الحديثة إيه المناسب وإيه غير المناسب حسب كل حالة أظن أنه ما ينفعش دواء يكون مناسب لكل الحالات حتى إن كان حديث وحتى لو كان الطب تقدم ووصل ليه لكن أيضاً وجود أو فكرة دراسة الحالة بأكملها هي اللي ممكن تحدد لو كان الدواء مناسب لهذا الشخص أم لا نهارده نتكلم عن هذا الموضوع تحديداً نضيف حلقتي النهارده اللي بشرفنا والغني عن التعريف وأيضاً اللي عنده اسلوب سهل ممتنع في تعليم أو أغز المعلومة ببساطة دكتور نادر ماهر متى استشاري أول السكر للغضة الصماء دكتورة كلية الملاكية لدرسات الطب العليا جامعة لندن أهلاً برحب بحيك مرة أهلاً برحب تانية معنا كالعادة بنتشرف بوجودك معنا في كل سلسلة حلقاتنا عن السكر يا دكتور نادر الحالي نهارده زي ما قلنا عنوان حلقتنا عن الطب الحديث اللي أقدمهن وفكرة الأدوية الحديثة أيضاً اللي تقدمت في هذا المجال بشكل خاص جداً عن السكر أد إيه فرقت في حياة الناس وأد إيه فعلاً حلة محل أدوية ممكن تكون كتأضعف بشكل كبير في تأثيرها الإيجابي على السيطرة على مرض السكر خلني أبدأ محيك في حالات حالاتنا النهارده تبقى حالات بتتقدم لنا من خلال الناس اللي بعثونا من خلال صفحتنا على الفيسبوك صحتك أو برنامج صحتك بالعربي وأيضاً الأسئلة اللي بتيجي بشكل دائم أو دوري لحضرتك في العيادة أو كل سادة الأطباء الأفاضل في عيادات السكر والغضد الصماء بداية النهارده حالاتنا عن حالة عن شخص بيقول عمري 45 سنة مريض سكر نوع تاني ماشي على علاج من 14 سنة لغاية ما وصلت إلى 3 أنواع من الحبوب يعني بياخد 3 علاجات وسمعت أخيراً عن دواء حبوب جديد للسكر يغني عن الثلاث حبوب اشتريته على طول الحقيقة وأخدته بديل عن الأدوية اللي بأخدها لكن طبعاً حصل لي ارتفاع في السكر وسبب مشاكل في الكلا ووقفوا لي الدكتور بتاع الكلا وطلب إني أرجع لدكتور السكر أعمل إيه وده كان تصرف صحيح أعمله طبعاً هذا المريض هذا المريض 45 سنة وعلى حبوب سكر من 14 سنة وابتدى عدد الحبوب يزيد حسب ارتفاعات السكر حسب متابعة السكر ابتدى يبقى نوع واحد وبعد كده نوعين وبعد كده ثلاث أنواع لغاية ما بيقول أنا عرفت طبعاً من الميديا أو من الإعلانات في الإنترنت أن الدواء المعجزة وصل ده دواء يغني عن الثلاث حبوب اللي بتاخدهم أخيراً الشفاء نهائياً والكلام اللي احنا بنشوفه على الميديا كتير فهو ما كدبش خبر راح اشترى الدواء بدون رشدة وبدون ما يستشير الطبيب بتاعه وأخد الحباية اللي هتحل محل الثلاث حبوب واستمر عليها فترة الدنيا كلها اطلخ بطت السكر ارتفع جداً راح للدكتور لقى أن الكلة اتأثرت جداً بالدواء اللي اخده بدون مشهورة الدكتور اللي اخده من معلومات على الانترنت أو الميديا واخده كده اعتباطاً سبب له مشاكل وقال له ترجع لدكتور السكر تاني أولاً ما فيش حاجة اسمها دواء يغنيك عن الثلاث أدوية يعني انت بتاخد ثلاث أدوية هل دي الجرعات القصوى لكل دواء ولا انت بتاخد جرعات بسيطة من كل دواء ده السؤال السؤال التاني فيه أدوية بنبني عليها أدوية تانية يعني دايماً أدوية نبتدي بيها ونبني عليها أدوية تانية لكن ما نفعش نبطلها كلها يعني هو دواء واحد أبني عليه دواء اثنين هو ممكن أنا في الحالة دي لو هو أدوية جرعاتها ما وصلتش للجرعات القصوى إن أنا أخد دواء ما كان دواء يبقى بدل ما أنا باخد ثلاث أدوية أخد دويين مثلاً والدواء ده هيكون بشرط إنه هو يبقى كويس على الكلة يبقى صديق للكلية أنا ماخدش حاجة تصلح للسكر وتبوز لي حاجة تانية صحيح فده يعرفه مين يعرفه الدكتور المتابع بتاعك هو اللي يقول لك إنت إذا لقيت حاجة شيقة كده ومعلومة حلوة تروح للدكتور بتاعك استشيره أو إذا كان عندك خدمة متابعة الواتس في العيادة اللي أنت بتتابع معها ابعت على الواتس للدكتور بتاعك قل له يا دكتور إيه رأيك في الدواء ده وأنا شخصياً بتجي لي حاجات زي كده كتير إيه رأيك في الدواء ده فأنا أبدي رأيي لا لا ما يتخدش لا ممكن يتاخد ونشيل الدواء البروتوكول هيتغير هيبقى بالطريقة دي لكن ما تاخدوش من نفسك وكانت النتيجة أن الكلة اتأثرت لأنه طبعاً أخدوا بدون مشهورة مدة طويلة طبعاً فلو سمحتوا يا جماعة الأدوية الجديدة أكتر من رائعة لكن لها محاذير المحاذير دي لازم يعرفها المريض من الدكتور ما يعرفهاش من أي حتى وأصلاً لما بياخد المعلومات من الإنترنت مش بتقوله على المحاذير بتقوله ده أحسن دواء في الدنيا ومالهوش محاذير وبتضغاد عن أي حاجة تانية فلو سمحتوا الناس اللي تشوف دواء كويس على النت أو الميديا تراجع الدكتور بتاعها أنا باخد ثلاث أدوية طيب هل للدواء الجديد محل لأن أنا أخد الدواء ده محل دواء أو محل دوايين أو محل التلاث أدوية الدكتور بتاعك اللي قرر كده علشان تحفظ وظيف الجسم وتحافظ على الكالية وتحافظ على الشبكية بشكر حضرتك لأن فعلاً اللاجئات الحديثة ممكن تبقى مفيدة لكن لازم نراجع الحالة مرة أخرى لها محاذير طبعاً طيب عندنا برضو حالة أخرى أو سؤال آخر من موظف عمره 46 سنة عنده سكر من ثلاث سنين ماشي على الجلوكوفاج حبة واحدة ولكن السكر مؤخراً ارتفع بشكل كبير عنده كيلية واحدة مولود بيها الدكتور عاوز يديني إنسولين للحفاظ على الكيلية هل في دواء حبوب صديق للكيلة بدل الإنسولين؟ العمر 46 سنة وسكر من ثلاث سنوات وعلى الجلوكوفاج حبة واحدة السكر مؤخراً مرتفع طبعاً الكيلية اللي مولود بيها طبعاً بتبقى غالية جداً غير الشخص اللي مولود بكليتين لأن لو حصل مثلاً اللي عنده كليتين حصلت مشكلة في كيلية تبقى موجودة الكيلية التانية تقوم باللازم والإنسان ممكن يعيش بكيلية واحدة حياة طبيعية جداً لكن إذا كان هو اللي موجود أصلاً كيلية لو حصل فيها حاجة إيه اللي هيحصل ستبقى مشكلة فإحنا دي شيء غالي جداً نحافظ عليها طبعاً إذا كان الشخص ده ماشي على جلوكوفاج حباية واحدة من السكر وبقى له ثلاث سنين السكر ابتدى يرتفع لا أنا أفضل أن أنا أشوف حاجة صديقة للكيلية أحافظ على الكيلية اللي موجودة دي بكل الطرق مش شرط أنقل على إنسولين لا في حبوب صديقة للكيلة تحل محل الجلوكوفاج بس يستلزم أن أنا أعمل تحليل لوظيفة الكيلية أشوف قوة تصفية الكيلية أدي إيه الوظيفة بتاعتها أخبرها إيه علشان أدي الدواء المناسب لها لكن طبعاً أنا مع الدكتور اللي عايز يغير الجلوكوفاج لأنه مع الاستعمال على المدى الطويل ما ينفعشي لمريض عنده كيلية واحدة أنا عايز أحافظ عليها بكل الطرق لأنها غالية جداً وطبعاً ده سؤال واضح على فكرة الأثار الجانبية نحن لازم مدركين الدواء أثاره الجانبية عاملة أزاي على حالتي أنا تقدر تستحملها أزاي ما حددت هنا في سؤال عن الكيلية الوحدة فطبعاً غالية جداً حالة أخرى عن مهندسة بتقول 33 سنة مديرة شركة وعملها معظمه على المكتب بتاخد إنسلين من ثلاث سنوات لكن زودها في الوزن بشكل كبير وعرفت إن في حبوب حديثة للسكر ممكن تتاخد مكان الإنسلين ممكن تاخدها وبلاش إنسلين في ناس من كتر الإعلانات على الميديا ودعاً للإنسلين إلى الأبد ودعاً مش عارف لإيه والحبة الجديدة وبنلقى غير متخصصين بكل أسف ممكن بيتكلموا في الحكاية دي يا جماعة مفيش حاجة اسمها حبوب محل الإنسلين الإنسلين ممكن نقلله بأن احنا ندخل حبوب عليه من الحبوب الحديثة لكن لا يلغي الإنسلين على طول ممكن في بعض الأحيان بنلقى مثلاً إنسلين بيتاخد في فترة سكر الحمل وبعد الحمل احنا بنلقى السكر ممكن قوي ناخد حبوب فنقول لا خلاص كده المشكلة بتاعة سكر الحمل انتهت واحنا إنه ممكن ناخد حبوب لكن حتى دي برضو إنه احنا نبطله لازم يكون تحت إشراف الدكتور مش مجرد معلومات عامة احنا نستقيها من الانترنت ممكن يكون مؤقت يا دكتور نادر يعني بخصوص مثلاً سكر الحمل ممكن يبقى مؤقت فقط فقط الحمل وبعد كده ينتهي تماماً في حالات كده لأن اللي بيجيب سكر الحمل هي وجود المشيمة ودايماً احنا بنقول عليه سكر حمل إذا كان بعد الأسبوع 26 من الحمل فده يبقى علشان تكون المشيمة المشيمة بتفرز هرمونات بتجعل إن الجسم مقاوم للإنسلين الطبيعي بتاع الجسم فأول ما دور المشيمة المشيمة بينتهي بعد الولادة بترجع مستويات السكر طبيعية لكن المريضة دي أو الأم دي تاخد بالها أنها هي عرضة في المستقبل لأن يصبها مرض سكر النوع الثاني لكن هو ممكن بعد الولادة يختفي السكر تماماً رغم أنها كانت بتاخد إنسلين دي الحالة اللي تعتبر وحيدة اللي أنا ممكن الإنسلين نستغني عنه بيبقى فترة مؤقتة أثناء الحمل وبعد كده ممكن وخاصة أن الرضاعة الطبيعية بتنزل السكر كمان أكتر غير الأم اللي بتعتمد على الألبان الخارجية الرضاعة نفسها بتنزل مستوى السكر فنلاقاها مش محتاجة ممكن لأي أنواع لا حبوب ولا إنسلين غير كده فاستبدال الإنسلين بحبوب للحالات الطبيعية لازم تحتاج لمراجعة الدكتور بتاعك شكورك عن دي الحالة أخرى عن طالبة في آخر سنة في الجامعة بتقول أن عندها أو راحت الدكتور العيون وكتشفت أن فيه ارتشاح بالشبكية طلب عمل تحليل شاملة تم تشخيص مرض السكر وكمان قصور في الكليا وزلال ودكتور السكر مصمم أغد إنسلين أو أن هي تاخد إنسلين وهي عم مش عايزة ده عايزة حبوب هل ممكن ولا لأ؟ وأنا مستغرب ناس كتير بتشتكي من فكرة أنا مستغرب بالنسبة للحالة دي هي طالبة في آخر سنة في الجامعة ولو لأن فيه مشكلة في النظر ما كانش راحت للدكتور كتير صحيح إزاي يبقى فيه مشكلة ارتشاح في الشبكية وقصور في الكليا وزلال من فترة صغيرة السكر ده موجود عندها بقله فترة وهي مش واخد بالها أو بتتجاهل الأعراض لغاية ما بتدى يقصر يعني ممكن يبقى في السنة الأخيرة من الجامعة عمرها 23-22 سنة ممكن يكون بدأ معها من 18 سنة عمرها 18 سنة أو 17 سنة خمس سنين وهي متجهلة الأعراض أو قد لا تكون هناك أعراض جسيمة موجودة لكن فيه أعراض تجهلتها والسكر مستمر في تخريب أجهزة الجسم لغاية ما عمل ارتشاح في الشبكية وعمل مشاكل في الكليا وعمل مشاكل في الزلال دليل على تأثر الكليا على المدى الطويل بالسكر فإزاي استنيت الفترة دي؟ على العموم الدكتور بتاعك اللي عايز يسرع معاك باستعمال الإنسولين ممكن يكون محقف كده لو هو مستويات السكر التراكمة بتاعك عالي وشاف مستويات السكر اليومية بتاعتك عالية فمن حقه أنه هو يبدأ بالإنسولين ممكن نبدأ بالإنسولين لغاية ما الدنيا تستقر عشان سنك صغير نبدأ بالإنسولين ومن الدنيا تستقر مدة كام شهر من المتابعة والقراءات اليومية ومتابعة وظائف الكلا ومتابعة الشبكية والأمور تستقر وبعد كده ممكن تدريجي نبتدي نقلل نسبة لو كانت نسب صغيرة من الإنسولين يعني هي بتاخد نسب صغيرة من الإنسولين ممكن نبتدي نقلل فيها ونبتدي نستبدلها بصدور صديقة للكلا وصديقة لشبكية العين مفيش مشاكل لكن في دلوقتي الحالة دي لازم إنسولين أبدأ بإنسولين علشان المشكلة اللي مقابلاني دلوقتي الشبكية والكلة والزلال طبعا المضاعفات دي في المنتهى الخطورة لازم تتقف سريعا جدا زي ما قلنا مثلا في حالة الحمل لازم على طول ناخد إنسولين أو يبقى فيه إجراء سريع وجدي دكتورنات الحقيقة عندنا حالات كتيرة جدا وحالات مختلفة ومتعارضة فكرة برضو على فكرة العلاجات الحديثة الأدوية الحديثة تصلح لمين ما ننصحش لمين من المناسب لأخذ ده كل حالة على حدة عندنا أيضا أسئلة كثيرة من ناس كثيرة عندها أيضا كثير من الاستفسارات خلينا ناخد بقية الأسئلة بتاعتنا والحالات الأخرى من جزء تاني من حلقتنا بعد فاصل قصير خليكم معنا مشاهدين أهلا بيكم رجعنا لكم مرة تاني يوم كمير حلقتنا عن أدوية السكر الحديثة إيه المناسب فيها وإيه غير مناسب لكل حالة على حدة لازم دراسة الحالة لازم تاريخ المرضي لازم نعرف الأدوية اللي كان بيتلقاها أو بيتعالج منها هذا المريض نقدر نستعوضها أو نستبدلها بالعلاجات الحديثة أم لاها لده مناسب ولا لا أسئلة كثيرة وتفاصيل بسيطة لكن في غاية الأهمية عن حلقة خاصة من سلسلة عن حلقات السكر أو مرض السكري الحقيقة المهم جدا والجاد جدا العناية والاهتمام ومتبعيته بسعيدنا جدا في حلقتنا النهاردة يكون بيشرفنا الغني عن التعريف دكتور نادر ماهر متى استشاري أول السكر والغضة الصماء دكتورة كلية الملكية لدراسات الطب العليا جامعة لندن أهلا بحاجة ورحب بحاجة مرة تانية دكتور نادر مشرفني كالعادة والحقيقة يمكن الجزء الأول من حلقتنا كلمنا عن حالات كثيرة جدا عن ناس إما اكتشفوا مرض السكر بالصدفة نتيجة بعض المضعفات ودي الحاجة اللي الحقيقة دايما بننوح عنها ودايما حضرتك بتدايقك جدا فكرة أن احنا نكتشف أشياء بالصدفة بعد المضعفات زي مثلا عينينا بتادي تعتم أو الشبكية تتأثر أو نلاقي بعض التنميل أو أعراض صعبة جدا إزاي بنستنى ومناخد شبالنا كل ده الحقيقة احنا ثقافتنا وعادتنا المصرية دايما بننوح عن ده دايما بنكتشف الحاجة بعد وقته طويل جدا وبعد ما نبقى خلاص يعني عندنا مشاكل جثيمة خليني أبدأ جزء تاني من حلقتنا بحالة أخرى عن ربة منزل بتقول أمرها 47 عام دكتور نادر عندها سكر خفيف برضو كلمة خفيف دي أنا عارف بالضايقة حضرتك شوية بتاخد جلوكوفاج يعني وضع إن هي مريضة سكر ومشي على علاج جلوكوفاج من 8 سنين تحليل سكر التراكمي بتاعها هنا أرقام سابتة هنا مش مجرد خفيف لكن التراكمي بتاعها نسبته 8.5% طبعا دي نسبة عليها شوية مش بقدر أنام من الألم والحرقان اللي في رجلي دكتور العصاب قال لي إن ده التهاب بالعصاب الترافية وأخدت حقنة فيتامين وأقراس لكن المشكلة زي ما هي مش بتتحسن تعمل إيه طبعا فترة سكر 8 سنين ومشي على علاج واحد هي الفترة الحقيقية ممكن تبقى أكتر من 8 سنين ممكن تبقى 10 سنين 12 سنة طبعا لكن هو وقت اكتشاف المرض كان من 8 سنين لكن هو بدأ قبل كده صحيح يا إما في مرحلة اللي هو مرحلة ما قبل السكر أو مرحلة مرحلة السكر النوع التاني وهي مش حاسة به وابتلت تحس به وابتلت الأدوية وأخدت على علاج أو مشت على علاج بلوكوفاج بلوكوفاجم الأدوية الهيلة لكن ده في مرحلة البداية ما قدرش أنا أستمر عليه إلى مالا نهاية 8 سنين كتير جدا أني أنا أنتظر وباخد حبايا واحدة طبيعة النوع التاني من السكر أني خلايا بيتا أو خلايا لانجرهانز اللي بتفرز الإنسولين بتقع مع الوقت وبتبقى احتياجي مرحلة اه احتياجي لمحفز للخلايا الباية مهم جدا فالجلوكوفاجم ما ينفعش لوحده المشكلة أنه هو السكر تراكمي 8.5 ولم يتخذ أي إجراء على 8.5 8.5 ده عالي وكان يفترض أنها تاخد علاجات سكر تضبط السكر أحسن نخليه نرجعه في حدود الستة أو أقل من ستة وممكن يدخل الجلوكوفاج من ضمن عدة أدوية ممكن الجلوكوفاج مدمج في حبايا واحدة مع دواء آخر ودي أدوية كتيرة وشركات كتيرة عملته ممكن أضيف على الدواء المدمج ده حبايا واحدة تكفيني لـ 24 ساعة لكن ما ما منتظرش لغاية ما تحصل المشاكل دي فـ 8.5 ده سكر عالي أضرب الأعصاب الطرفية عمل مشاكل في الأعصاب الطرفية سواء حرقان أو شعور بوخزات متكررة أو التنميل أو الكلام ده اللي ابتدت أو الدكتور إدها فيتامين به 12 أو حؤن طبعا الفيتامين مفيد جدا للأعصاب الطرفية لكن لا يكفي وحده لتسكين الأعراض ممكن يبقى في صورة حؤن ممكن يبقى في صورة أقراس لكن احنا عايزين حاجة تانية للأعصاب الطرفية التهاب الأعصاب الطرفية وإحنا قلنا يبقى التهاب الأعصاب الطرفية أو علاج الأعصاب الطرفية يمشي بالتزامن مع ضبط السكر فأنا يهمني قراءات السكر اليومية تبقى مثالية علشان لما ندي حبوب للأعصاب الطرفية تجيب نتيجة وإلا أنا لو أخدت زي قبل كده ما شفنا في حلقة سابقة بياخد أربع أنواع من الحبوب للأعصاب الطرفية مش جاب نتيجة صحيح ليه السكر مش منضبط فلازم ضبط السكر تزامنا مع علاج الأعصاب الطرفية ولا يقتصر علاج الأعصاب الطرفية على حقن الفيتامين أو راس الفيتامين لكن لازم يكون معها أقراص أخرى مخصصة لالتهاب الأعصاب الطرفية واضح أيضا حالة أخرى عن تاجر عمره 52 سنة عملي بتطلب أن يكون واقف بالساعات عندي سكر من 20 سنة وباخد ثلاث أدوية سكر بانتظام من 15 سنة ما غيرتهمش وسكر التراكومي بتاعه دلوقتي حاليا 9 أو 1 من 10 طبعا نسبة عالية جدا دكتور نادر وأدوية الضغط والكوليستيرول برضو بياخدها رجلي بتورم وابتدى يظهر فيه عروق زرقة يعمل إيه من المضعفات دي هو طبعا ده مريض سكر وطبيعة عمله تتطلب أنه هو يبقى واقف بالساعات ما فيش جلوس وما فيش راحة والسكر عنده من فترة كبيرة من 30 سنة صحيح بياخد ثلاث أدوية السكر بانتظام و من 15 سنة ما تغير شي البروتوكول أو نظام الأدوية اللي بياخدها ليه هل هو السكر بتاعه منتظم الإجابة لا لأن السكر التراكمي 9-11 9-11 إذن هو ماشى على الثلاث حبوب أخدهم وخلاص هو ده دواء السكر أنا بتعالج من السكر يبقى حيك تنوى انتظام العلاج وليس انتظام السكر بالضبط بالضبط هو السكر بياخد الثلاث أدوية أخدهم من سنة من سنتين من ثلاثة من أربعة من خمسة أنا بتعالج من السكر وباخد الأدوية فيما وعدها لكن ما فيش متابعة للسكر ما فيش متابعة للسكر إحنا زي إحنا بنقول لا يكفي حتى متابعة للسكر التراكمي لكن أنا يهمني متابعة السكر اليومي أشوف أنا حتى لو مش عايز أقيس السكر كل يوم أقيس اختلافات السكر خلال اليوم أشوفه أخباره إيه الصايم أول مصحة من الصبح إيه بعد الوجبة الرئيسية أخباره إيه حتى يومين في الأسبوع بس عشان أعرف إيه أخبار السكر بتاعتي هنا السكر التراكمي 9 و 1 من 10 دليل وأنه لا جدال أن السكر غير منضبط وابتدت تظهر في رجله هو بيوقف كتير طبعا اللي بيعجل بوجود المشاكل بتاعة الدوالي بتاعة الرجلين هو مرض السكر طبعا هي طبيعة العمل حتى لو ما عندوش مرض سكر ممكن تظهر الدوالي لكن اللي بيعجل بيها ويعمل مضعفاتها ويعمل تورم ويعمل التهاب خلوي السكر فعدم انتظام السكر عامل مشاكل في الأوعية الدموية بتاعة الساقين لدرجة أن احنا زي ما شايفين في الصورة متطورة من حاجات خفيفة الغات ما تطورت إلى أنها محتاجة تدخل جراحي صحيح ما ينفعش أن أسيب نفسي كده وقول أعمل ايه بعض الناس بتقول أنا بال بالشراب وخلاص الشراب مفيد في بعض الحالات لكن في حالات علشان نمنع حدوث تجلطات في الأوعية الدموية أو في الأوريطة تاعة الساق ممكن تنتقل من خلال طيار الدم للقلب وللمخ وساعتها تبقى مشكلة كبيرة يبقى حصل يأما جلطة في القلب يأما جلطة في المخ ودي جاي من الطرفين السفليين فأنا الحكاية دي لازم أخذها بجدية ضبط السكر الخطوة الأولى ضبط السكر اليومي وعلى أساسه بيتضبط السكر التراكمي هذه الخطوة دي الأولى التي تتاخد وبعد كده اتباع تعليم دكتور الأوعية الدموية إما إذا كانت في مرحلة أولى يبقى بلبس شراب ضاغط علشان نمنع تكون الجلطات في السقين أو إذا كان الأمر أكتر من كده ويحتاج إلى التدخل الجراحي يبقى لازم التدخل الجراحي حفاظا على المريض من حدوث جلطات تمشي لغاية القلب وممكن تمشي لغاية المخ وتسبب مشاكل صحيح بشكر حقا جدا دكتور نادر ولو أنك خوفت الناس بس مستهلا فعلا خاف في حاجات فعلا ضرورية وصعب جدا نتهاون فيها حالة أخرى عن أم لطفل عمره 8 سنوات ضئيل جسم هذه القامة يعني طبعا واضح أنه طفل صغير وضعيف شوية كمان لاحظت انتفاخ دائم بالبطن ورغم أنه بياخد إنسولين بس السكر غير منتظم راحت للكاترة كتير وكتبوا مكملات غذائية لكن دون استجابة هل في أدوية سكر جديدة لحالته هي بتبحث عن أدوية سكر جديدة لكن احنا نسينا الحالة العامة بتاعته طفل ده لازم يقيم من حاجات تانية كتير يقيم بخصوص الطول هل هرمون النمو بتاعه في مستوى الطبيعي ولا لا عمر العظام بتاعته هل هي ماشية مع العمر الحقيقي ولا لا المشكلة عنده إنه هو ممكن يكون فيه سوق انتصاص بسبب حاجة اسمها سيلياك ديزيز أو مرض سيلياك أو مرض حساسية مرض الحساسية ضد مكونات الأمح أو الجلوتين بمعنى أصح الطفل ده بليه تحليل معين بيتعمل علشان نشوف نشوف سوق الامتصاص ده جاي منين بيتعمل التحليل ده لو ثبت أنه هو حساس لمادة الجلوتين تمنع عنه الأطعمة اللي بتحتوي على منتجات الأمح كلها النشا بتاع الأمح الدقيق ويستبدل الحاجات اللي بتحتوي على جلوتين بحاجات خالية من الجلوتين وده موجودة في السوق فحتى المكملات الغذائية فيه المكملات الغذائية اللي هي جلوتين فري أو مفهاش جلوتين علشان لو هو عنده المشكلة دية مشكلة الامتصاص ما تبقاش تتفاقم مع المكملات اللي بياخدها فاللي عنده مشكلة حساسية منتجات الأمح ما ياخدش حاجة بس بعد التحليل ما ياخدش حاجة فيها منتجات أمح خالص هيبقى ليه الرز ليه البطاطس ليه الشفان كله ده ما فيش فيه جلوتين لكن لازم نراعي أنه هو ممكن يبقى عنده مشاكل تانية غير سوء الامتصاص أنه هو ممكن يبقى عنده مشكلة في هرمون النمو ولازم يتقيم تقييم كامل أشكر حضرتك أيضا أنه فعلا ساعدة بنركز على حاجة معينة وننسى أنه فيه حاجة أخرى وحالة أخرى لازم يفحص بشكل أدق من كده سيدة عندها 27 سنة متزوجة حديثا عندي سكر بتقول عندها سكر من نوع التاني من 5 سنوات بتاخد جلوكوفاج ومنتظر حدوث حمل هل فيه دواء حديث يتخذ أو تاخده في الحمل طبعا هي عندها سكر من 5 سنين ومشي على دواء واحد من الجلوكوفاج أولا قبل ما أفكر في الحمل لازم أشوف السكر بتاعي أخباره إيه منتظم أم لا لازم يبقى منتظم ولازم يبقى عندي قراءات يومية للسكر قبل ما يحصل الحمل النظام بتاعي في الأكل ليه نظام الأدوية بتاعتي منتظمة عليها في أدوية مثلا بتتاخد مؤقتا لغاية حدوث الحمل في حدوث الحمل يجب أن توقف الأدوية في ناس عندها مشكلة المبيض المتكيس المبيض المتكيس ده بيمنع الحمل في أوقات كتير وعلاجه الجلوكوفاج فبتاخد الجلوكوفاج بيحصل الحمل في الحالة دي مش هبطل الجلوكوفاج هستمر عليه لغاية آخر الحمل ما فيش فيه مشاكل وقد أضيف عليه إنسولين إذا كان فيه ارتفاع في السكر لكن الحالة اللي احنا نعتبرينها أنها ما تبطلش الجلوكوفاج حتى في الحمل حالة إن هي تكيس المبيض لكن في الحالة دي اللي هي معروضة علينا دلوقتي إن هي الأم دخلة أو متوقعة حدوث حمل لازم لازم أشوف السكر التراكمي بتاعي أخبره إيه إنه هو لا يزيد عن خمسة ونص لخمسة وتمانية من عشر ده التراكمي بتاعي قبل ما يحصل الحمل السكر الصايم بتاعي قد إيه المفترض إن السكر زي ما احنا قلنا في الشخص الطبيعي ما يزيدش عن الصايم ما يزيدش عن مية وعشر لو حصل الحمل يبقى السكر الصايم ما يزيدش عن خمسة وعشر زي ما قلنا السكر اللي بعد الأكل لا يزيد عن مية واربعين لكن لو حدث الحمل يبقى السكر لا يزيد عن مية وعشرين كل الحاجات دي لازم أخذها في الاعتبار إن هو قبل ما بيحصل الحمل أجهز نفسي من ناحية السكر السكر يبقى منتظم الأدوية بتاعتي تبقى منتظمة الجلوكوفاج أنا ممكن أستمر عليه وفي بعض الأطباء وبعض الهيئات العلمية بتقول ممكن نستمر على الجلوكوفاج ما فيش في مشاكل لغاية نهاية الحمل لكن يكون تحت إشراف طبي ومتابعة من دكتور النساء والولادة المتابع للحمل فأنا أحب أطمنها ما تخافيش لكن لازم تخشي على الحمل وسكرك منتظم سواء اليومي أو التراكمي من الحاجات برضو الحقيقة يمكن بتقدموها أو متميزة في مبادرات من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة في العيادة يا دكتور نادر الحقيقة بتساعد عمرضة كتير في متابعة السكر بتاعهم ويكون فيه زي كده طبيب في البيت في كل بيت أو جنب كل شخص عنده السكر إيه الخدمات المميزة التي تقدروا تقدموها وفعلا بتفيد العيانين إزاي قلنا في حلقات قبل كده أني طبعا بتتميز عيادات مصر الجديدة إلا أنا أشرف بأن أنا أشرف عليها أن هي بتقدم خدمات متنوعة وتقييم شامل للسكر للمريض لما ييجي العيادة لما ييجي العيادة مش بس تقييم السكر أو مستويات السكر لكن تقييم كل ما له علاقة بالسكر الأعصاب الطرفية الأوعية الدموية شبكية العيان كله ده بيتم تقييمه في العيادة وفي الحالة آخر حالة تكلمنا عليها لما تبقى واحدة منتظرة حدوث حمل فالعيادة بتقوم بمتابعتها من خلال خدمة الواتس لغاية ما يحدث الحمل يحدث الحمل بتبلغ الدكتور بالواتس أنا الحمل طلع بوزيتف يا دكتور أعمل إيه هقول لها هنغير البروتوكول ابتداء من كذا هناخد كذا 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 ونتابع لغاية الزيارة التالية بتاعتها فدي من ضمن الحاجات الكويسة أن تبقى في عيادة تتابع المريض عن بعد وخاصة الناس المحتاجة للكلام ده زي المريضة دية اللي هي دخلة على حدوث حمل وعايزة متابعة منتظر بشكو حياة جدا دكتور ناد الحياة استفادنا من حالات كتيرة النهاردة ومن أهم استفادات فكرة المصادر الموسوقة زي ما حيك قلت في دعاية كتير بتبع على بعض الأدوية اللي تقول لنا هنتخلص من السكر زي مش عارف بعض الإبر اللي هتخلصنا من الإنسولين وما إلى ذلك النهاردة لازم ناخد بالنا ونركز في قصة المصادر المضمونة وبغض النظر عن السماعات لازم نرجع للطبيب المعالج سواء بي الواتساب أو بخلال الزيارة ونقدر نعمل ده قبل من نتوقف أو نعمل أي تغير في العلاج من الحاجات برضو الحقيقة المفيدة جدا في فكرة المتابعة أو إزاي أتابع نفسي يا دكتور نادر بفكرة أننا النهاردة أول حاجة التحليل المرجوع هي الصايم والفاطر والتراكمي العشوائي ليس له مكان في المتابعة بشكل عام وأيضا فكرة الانتظام أو انتظام السكر في الدم وليس انتظام العلاج نقف عند النقطة دي حقيقة وقفة كبيرة من فضلكو المنتظم في العلاج مش معناها أنه غير مريض من مرض السكر وأنه خلاص تعافى لأ لازم يكون منتظم السكر في الدم عشان ما يقديش للمضاعفات بشكر جدا وجود دكتور نادر ماهر متى استشاري أول السكر والغودة للصماء دكتورة كلية الملكية درسالة الطب العليا جمعة لندن من أجل استفادة كتير الحقيقة النهاردة حصلنا عليها من خلال الحلقات عن أدوية السكر الحديثة أيضا شكرا دكتور مايك مرسي حقيقة يا دكتور نادر سيد المشاهدين أرجو كمان انتوا كمان تكونوا استفدتوا ألف سلامة على كل مرضى السكر أهم حاجة أن فيه علاج وعلاج جزري وقطعي أهم حاجة صداقة هذا المرض العنيد عشان من نقي نفسنا من أي مضاعفات وأي مخاوف ممكن تنتج عنه بنشكر حضرتكم جدا لحسن مشاهدتكم وتابعتكم لحلقة النهاردة ونشوفكم في حلقة جديدة وموضوع طبي أيضا مفيد دائما مع برنامجكم صحتك موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة